ثلاث سنوات مرت على ذكرى الكارثة البيئية التي ألمت بمنطقة السفاقس الشمالية والمتمثلة في ارتفاع منسوب المائدة المائية والذي كاد يغرق المنطقة برمتها لولا تدخل سلطات الإشراف والشخصيات الفاعلة لبرمجة مشروع استصلاح عاجل ليعيش الأهالي اليوم على وقع الاحتفال بنجاح المشروع وإنقاذ المنطقة المشروع هذي بدل وجه المنطقة أعطاه أمل بعدما كانت الناس معلقة على ديارها للبيع للبيع وما ثم الشاري وش ما يشري حد الحمد لله تويكة أصبح منطقة مهيئة مهذبة فيها طريق فيها إنارة فيها حماية البنية التحتية فيها دلوات تحت الكياسة احنا توتحت منها دلو يمتص المياه من تحت بطل الأرض ما يخليش المنسوب من المائدة يرتفع للبني وهذا هي مشروع جيد ومياه الأمطار زيادة فيها ليرا جارا جري يمص مياه الأمطار ويمشي تحت الأرض للوات هذا المشروع المشروع البيئي يعني الضخم اللي يغير وجه المنطقة واللي خفف معاناة المواطنين والحمد لله يعني اليوم الفرحة دليل على ابتهاج المواطنين وارتياحهم لهذا المشروع البيئي إن شاء الله الناس يقول فرحانة لأنه بصراحة المنطقة تحولت بنسبة 180 درجة كانت معانتها في حال واصبت في حال وهذا كما قلنا ونعود نقول الفضل يرجع خاصة للناس اللي وقفت واللي وصلت واللي نشحت المشروع هذا انطلاق المشروع في جزئه الأول كان بمعالجة المائدة المائية ثم تسريب مياه الأمطار العالقة ومن ثم مدى الطرقات وتعبيدها وتركيز الإنارة اليوم نحتفل باختتام المشروع في القصة الأول أنا هذا خفف العب على المتساكنين والمواطنين مزل جزء يسير إن شاء الله نكمله عملنا دراسة كاملة شاملة لمنطقة صفاقص الشمالية وهي تمسح 22 كم المنطقة هذه مرسود لها اعتمادات ما هوش مرسود بها ولكن دراسة تطلب في حوالي 90 مليار لإتمام معالجة الكارثة البيئية هذه لإن تمت حلحلة مشكل الكارثة البيئية التي عانت منها منطقة صفاقص الشمالية فإن المشاكل البيئية ومشاكل البنية التحتية المتراكمة بمدينة اسفاقص ككل ستبقى جاثمة على صدور متساكن عاصمة الاقتصاد الدونسي تنتظر الحلول